المترجم للتجارة فيما يتعلق بالتجارة الموضوع الذي تشكي به الكثير من التجار لعدة نقاط نقاط ومجدت هذه الأزمة الكورونا كنا بلعنا شهور ونسد ثلاث شهور ونصد أخوة تزموا بثلاث تجار لأنهم لم يكنوا ينتظروا هذا البلع وإذا يجبهم القرار المفاجئ لم يكنوا مستعدين له ثلاث شهور ونصد كانت الناس تقضى تسلعامة ونحن يعملون ونحن مجدت ومجدت ونحن يعملون ونحن نتجار ونحن مدت ونحن نتجار ونحن نتجار المنطقة الشرقية منطقة شرقية المنطقة 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 ات gamit المنطقة تقريبا 20% أو كترب من البطالة. هناك بعض الأخوة في السوق لا يفول. يجب أن يفول نهار يومين. ونسبة للتاجر لا يفول. لأنه لديه مصاريف. يجب أن يصرفها. يجب أن يطمع في البياسة ويبيعها لكي خالص. يجب أن يجب أن يبيعها لكي خالصة ويجب أن يصرفها لكي خالصة. هذا المقطة الإغلاق المجال الجوي أضطر بزاف مؤخرا على التجارة. إذا أريد أن نقول لك بالمصطلح العامية دعوة وقفة منطقة الشرقية وبالخصص منطقة توجدها. هذا البلع المجال الجوي أضطر نسبة كبيرة على المنطقة. لأن المنطقة معروفة بوحل جالية كبيرة في الخارج. يمكن أن أكبر جالية في الخارج هي منطقة الشرقية. وهذا البلع الحدود والطيران لا يضطر كثير على الحركة التجارية. ولهذا أخص الدولة تراعي شوية لهذه الفئة للناس. وتشوف إلا كان شيء إعانات ولا شيء مساعدة تساعدهم في درائب. رغم كورونا وذلك الشيء كانوا منك يكونون الناس ديال الخارج ويكون براني وذلك الشيء تكون حركة شوية. وإدابيه مع الإغلاق ديال الأجواء الأمور تعزمت بزاف. نتمنى إن شاء الله لكيما وكتلك الناس ديال القرار اللي في يدهم القرار يأخذوا بعين الاعتبار هذا المنطقة الشرقية ويديروا مشاريع تنموية. وتحيي شوية هذه المنطقة وتجعل الناس يتمعشوا شوية كما يقولوه ويخفوا حتى مع هذه الحدة ديال البطالة اللي كان في المنطقة الشرقية. والحمد لله ما نقول لك. كنا ننتظروا شيء مساعدة منطرف الدولة في تلك تشهر ونصلي سدنا. ولكن مع الأسف ما عينا من هضروا عينا ما ينكتبوا عينا ما راسلوا لا حيات لي من تنادي. والحمد لله على كل حال ونطلبوا ربير فعلين هذا الوباء وترجع المياه للمجاري ديالها وتنتاعش المنطقة. ولكن ضروري ضروري يكونوا مشاريع تنموية باش تنتاعش المنطقة. لأنه بدون مشاريع تنموية يجب يكون بديل بديل اقتصادي. المشكلة جغرافية نجينا في هذا القنط قليلا صعيب. وهذه المسألة تكون في العالم بأسره. من هذه المدن الموجودين على الحدود إلا كانت تلك الحدود ما بين دول المفتوحة تكون تنتاعش. ولكن إلا كانت مسدودة في العالم بأسره خد أي دول ما بينتهم الحدود مسدودة ستجدوا المدن المتجاورين كي يعانيوا اقتصاديا. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة